عشان كده هنحاول ونجتهد أننا نكون مصدر حقيقي لمعلومات رغم أننا كمان مطالبين نبقى مصدر موسوخ للأخبار من الأخبار اللي قدر أسميها خبر وأقدر أقولك أنها كمان مبنية على كتير من المعلومات اللي وصلت من الناس بالمناسبة للدولة اللي وصل للناس من الدولة لأنه في احتياج حقيقي لأننا ندعم الصناع الوطني في احتياج حقيقي أننا نبدأ في مصارنا اللي احنا متفقين عليه من زمان بس احنا يمكن نكون تأخرنا فيه بكرة قادر أقولك أنه تحولت كتير من المطالبات ومن الأراء ومن الأخبار إلى يقين حقيقي إلى معلومة أنه في مصر منظومة دعم الصناع اللي بنتكلم عليها بقالنا سنين بتبدأ في إطلاق جديد وحقيقي بدءا من الغد بكرة عندنا إطلاق وافتتاح افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة اللي فعالياته بتنطلق غدا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال هذا الافتتاح هيكون فيه أيضا افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وتتشين عدد كبير جدا من مشروعات المبادرة بفكر حضراتكم نحن يتكلمنا عن إبدأ من أسبوعين تقريبا الملتقى بكرة هو الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة المهمة جدا والإعلان الرسمي عن انطلاق شركة إبدأ تطوير المشروعات وقتها كنا عندنا سؤال مهم جدا إعلقة إبدأ بحياة كريمة الحقيقة أنه إبدأ هي نقدر نقول أن مؤسسة حياة كريمة هي المالكة بالحصة الحاكمة لمبادرة إبدأ والهدف هو توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعات حياة كريمة وكل المشروعات المستقبلية ما ينفعش نقول أن حياة كريمة توقف لأننا لسه ما نكملنا الشغل وما ينفعش نقول أنه يفضل تمويل حياة كريمة جزء من مسؤوليتنا المجتمعية ورغم أنه ده موجود ومستمر لكن ينفع جدا أنها تبقى بتدير نفسها بنفسها وبتخطئ يعني أقدر أقول لك أنها بتدور أو بتختارع موادر لهذه المبادرة ومن أهمها الصناعة اللي بيشارك بقى في دعم مبادرة إبدأ عدد كبير من المستثمرين سواء المصريين العرب الأجانب وممثلين من المؤسسات الإقليمية والدولية وبعثات الدبلوماسية ورجال أعمال وعدد كبير جدا من المشاركين في هذه المبادرة شجع حضراتكم أنه بكرة الصبح جدا نسحى نتفائل نتابع يقين مش مجرد أخبار